السلام عليكم و مرحبا بكم في قناتي وصفات و افكار باهية إذا كنتوا اول مرة تشوفوا القناة تشاركوا في القناة و فعلوا زل الجرس بيش يصلكم كل جديد و حصري و شكرا على المشاهدة و على اللايكات و على تجاعتكم لي الله يحفظكم و اعتاكم اتمنيتو بغيت نشارك معاكم الغداء ديالي لطيبت لوليداتي طيبت لهم العدس كي يقول لك غير العدس العدس راه مهم بزاف و صحي سوف يستفدوا منه بزاف و ليداتيال كوم سوف ينزلوا الطريقة لتحضير انا عندي حبة مطيشة كبيرة حكيتها و زودت لذلك الزريعة و عندي مزيدة و عندي بصلاح هنا يشلتها و معدنوس و شوية القصبر و فصيص ديالته متى و عصرته و عندي هنا العدس ديالي انا اضعتنا رابعة العدس راني نقيته مزيان و وصلته ضروري توصلهم ذلك الغبرة اللي كتكون فيه سوف يوجد الكوكوت ديالي قد ينضيف هذا العدس لا تستغنى و شو الا العدسة البنات تقولوا صافي رغير عدس او لا شي حاجة رها من طيبن اغاي شوية العدس مهم العدس راه مهم لولداتكم تاوره العدس راه حسن ما تطيبوا لهم لحميلك لو لكم ولداتكم العدس راه حسن ما يوغلو لكم اللوحم الحمرة العدس راه مهم ليهم في واحد الفوائد صحية لولداتكم بعد الغطرية وضفت على يدك الابسالة مشلدة وقصبر ومعدنوس غير شوي القصبر لابنت غلبية و بعد المرة كنتم تقصد معدنوس وضفت على يدك الصدماتيشة ومزاود والحار وعنده هنا العطرية بالنسبة كنتم تقصد خارقوم وإبزار وفلفلة حمرة ومليحة فلفلة حمرة صافية العطرية لا أحجب العطرية وكيجي العدس ديالكم tsunamis اعطى لاحظة اللى بعض المطابد لاحظة البنات التالي المزال جديد صغير اتبعوا معايا لأيض اللى في القناة سوف انا جمعت له و قد ندروي طيب ان شاء الله رضيكي طيب كتدفوه المطايب رضيكي يوجد و دست نحضر معكم واحد العاصر على ما يوجد العدس ديالي انا عندي هنا يطرو ديال مالبنات و ضفت عليها 4 ديال معالق ديال السيتروم ديال الحامض تفت عليهم الحامض و عندي هنا الليمون و معه الخوخ انا راني مجمدهم باش كي يجي العاصر وعر بزفداء يمكن نجمد الفواكه ديالي عندي هنا مهم كندير انا دوك القطعة ديال الليمون و كنضيف معهم الخوخ و اللضيف اي فاكهة كتعجبكم سوف يكون خوي عليهم داك السيتروم و سكر سانيده غادي نخلي تال الاخر و غادي نزيد شوية سكر سانيده على حسب داك الليمون اللي درنا وما السيتروم راه فيه فيه سانيده مهم لوليده سكيبغو شوية ديال حلاوه سوف يجعلهم يتطلقوا واحد شوية غي شوية البنزغي شوية على ما يترخوا واحد شوية بشي تحنونا أمش مدعلكم شمونينيكس ديالكم مصافي انا رينا اتحنتم مش هتول العسر ديال نسبق الله كيفاش كيجيرها كيجي خاتر و كيجي زوين بزاف غادي نزيدو انا شوية ديال سانيده و غادي نحرقو مات سانيده غادي نخلطو مالبنات في حد قينا اكبير راه نزلي العسر فدك المونينيكس مهم هتلك الكاسر هدرا عندي غا صغير غادي نخلطو كاملين مغداش نزيد سكر غادي نخلطو مع بعضيتهم و غادي ندخلهم تلاجه برضو هذا العصير يجي زوين بزفو البنات واقتصادي وصفية شراء زرينده ان شاء الله سوف يعجبكم فزف وان شوئوا النتيجة دياله ان شاء الله شده جيزوين بزفو وان شعر العصير من الخفيف يقوم بتضيف منه نحن في الأدس سوف أتقوم بتضيف من عدس و أعطب كيف أشكراً لكم في الفيديو هم أشكراً أمامهم الأشكرياً يوجد هذه اللذات و أتزويلة جداً لنا كنت أتقوم بتضيفة شخص إن أظرين بحزباً ثانية أحصابة و أملاً لقد يجب أن نستطيع حينها انا اضفت لهم ملحة و الملحة و ملحة لهم ليمون و قمت بذيك ان يعجب عليها من نار فمشاء الله لا اعرف ان الاثنين لا يكون الجديدة في السويقة ما كيجيبوش ما عاد شعلاش انا ما عارفش ولكن مويم ما كانش ذاك اليوم صافيوكن ندير هاد الاناء هادا خويت في ذاك الباربام في الوسط وصافيوكن بقى ندير ذاك شليدة ديالي مع الجنب ديال خيز و بتاطا مويم دزين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم مويم دزين را تفنوا لوليداتكم في شليدات ولا في الفواكه باش كيجي ذاك المنظر كيجي يزويون را العيلي كتاكل را كيجيو شليدة ديالكم رافقو مع الاطبق ديالكم را كيجيو بزوينين في هذا الصيف هادا وخبساتين مويم را كيجيو زوينين وصحيين لوليداتكم هي وصفينتوما مع الفيديو راها الفيديو واضح تبارك الله والصرح واضح كمتمنى تكون الفيديوهات ديالي كيعجبوكم وتستفدو منهم وتشاركو مع الأحباب والأصدقاء باش تهم يستفدو من الفيديو را كينين بزاف ديال الوصفات زوينين وساهلين كينين عصائر دخلوا القوائم تشغيل غادي تلقوا وصفات القوتي وتلقوا حلويات تلقوا مركزات إن شاء الله وغادي تلقوا بزاف ديال الوصفات اللي غادي نالوا لإعجاب ديالكم إن شاء الله وغادي يجيوكم ساهلين وتقولي إن شاء الله تحضروهم وإلى عجبوكم الفيديو ما تبخلوش عليها باللايكات وتشجيعات وقد نقولي بنات شكرا على البرتاج وشكرا على التشجيعات وعلى المشاهدة ديالكم لا يحفظكم عتاكم ما تمنيتو هادي ياش ليدا ديالي شتو كيف أجدت را كجيزوينة بزاف ورفقتها مع دوكزويتنات صاف إذا بغادي ندوز باش نحط العدس ديالي إن شاء الله ومع خبيز ديال الدار ضروري خبيز ديال الدار باش كي تديرو غدا موفيد وكي يزوين بزاف سوف أننا نسبتك العدس ديالي تباك الله راضغيا كي طيبة البنات العدس مني كتديروا للمطايب راضغيا كيوجود ما ياخد لكم شو حد الوقت طويل باش كيوجود وكي يجي لديد فصراحة كي يزوين تباك الله العدس ديالنا راجيزوين تباك الله وراه موهيم يعطيه لوليداتكم تباك الله ياكلوه اللي ما كيعجبوش الحار ما يضيفوش الحار كيبقادة أي ما الحار اختياري كيعجبوكم ضيفوه ما كيعجبوش ما تضيفوش النظف ديكلم زيوداره ما حار راش بزاف صاف إيش تسباك الله راجيز باك الله زوين وكي يجي خاتر العدس ديالنا كي يجي موهم كي يجي هكا ملبي وكي يجي زوين صافي ورافقته مع ديسير ومع داك العاصر ديالنا واللبن بالنسبة لوليدات ما كيبوش شربوا البن درت واناو زيود ديالي ودرت لهم العاصر اللي بغا يشرب العاصر ولا يشرب البينة مهم دائما رافقوا منتوما باش مما بغيتو رافقوا بأي مشروب كيعجبكم كو نهار ورزقوك ونهار وشنو كان طيبوه ونهار كان طيبو القتنية ونهار كان ديرو صندويشات ونهار كان طيبو اللحوم والسامك مهم كو نهار وشنو كان ديرو مهمني كتصبحوا بصحة جيدة هذا كوالفضل كتنضو الصبح وكتلقوا راسكم بصحة جيدة كتقولوا الله ومالك الحمد ومالك الشكر على الصحة اللي اعطانا الله سبحانه وتعالى كتلقوا راسكم الحمد والله صحاحين كولوا الله ومالك الحمد باش مما كان غديدو زون هاركم صافي وقطعت هنا سويه لا مهم درت لهاتش كيل هكا مهم دا ايمان تفنوا في الفواقه ديالكم باش الوليدات كيبغوا يأكلهم لكم وعندي شوية المزاح وشوية الخوخ والليمون مهم الوليدات اللي بغاي يأكل هكا ديسير هاي وصافي هذا هو الغداء ديالي راه جازبين وراه موفيد ليكم ولوليداتكم وإلى عجبكم لا فيديو بارتاجي والقناة وما تبخلوش علي بلايكاتها البنات وشجعوني على القناة باش نجد نشارك معكم بزف ديال الوصفات ديالي وقشكركم بزف وبصحة والراحة وبسلام عليكم إلى فيديو جديد ووصفة جديدة